بسم الله الرحمن الرحيم نتكلم ونواصل كلامنا على cell structure ونتكلم من عرضه على cellular organization أو مكونات الخلية The cell is consisting of a mass of protoblasm الخلية عبارة عن كتلة من البروتوبلازم containing a nucleus يعني لو تيجي تبصلي عبارة عن دائرة كده جواها nucleus ومحاطة بسائل كده يبقى الخلية عبارة عن كتلة من البروتوبلازم داخلها nucleus and surrounded by a delicate plasma membrane لازم يكون delicate يعني سليم رقيق وسليم delicate and intact plasma membrane The protoblasm which surrounds the nucleus السيتوبلازم اللي بي البروتوبلازم كمية البروتوبلازم اللي بوت حيط النواة يسموها سيتوبلازم طيب الموجودة داخل السيتوبلازم يسموها nucleوبلازم أو نيوكليار ساب أو نيوكليار فليو للسائل النووي أو البسط النووي أو نيوكليوبلازم يبقى داخل النواة نيوكليوبلازم خارج النواة محيط بالنواة يعني يسموه سيتوبلازم A typical cell has three parts أي خلية مثلية لازم تتكون من ثلاثة أجزاء أول جزء خالص طبعاً اللي هو الإنتاكت بلازميمبري غشاء بلازمي أو سين ممبرين غشاء الخلية ويكون إنتاكت سليم لأن سلامة الغشاء من سلامة الخلية It surrounded the cell طبعاً لازم يحيط بالخلية Keeps it intact يحافظ على سلامتها And regulate وينظم The entrance, the inlet and the exit والoutlet of the substance ينظم اللي ده المواد الداخل والمواد الخارجاء ويبتالي maintain the internal environment يحافظ على الهمستasis وفي السل يحافظ على اتزان الخلية Number two which is the nucleus يبقى ده النواة الموجودة It is a large central located structure يعني هو عبارة عن تركيب كبير في المركز بتاع الخلية فيه some exception لكن معظمها فيه مركز الخلية containing genes أو الكروموزوم يحتوي على الكروموزومات في النواة طبع And it is the control center هو النواة عبارة عن مركز التحكم في الخلية This is the brain of the cell دي مخ الخلية تشيل مخ الخلية على طول تموت الخلية Sometimes it has a nucleus بفيها النواة الداخل النواة Number three which is cytoplasm Cytoplasm is the portion هو الجزء ما بين السيل ممبرين and a nucleus يما ما بين البلازم ممبرين و نيوكليوس الجزء ده بيسموه السيتو بلازم السيتو بلازم السيتو بلازم هذا ماتريكس فيه ماتريكس مادة داخلية يعني إذا السيمي فلاود دايما بتبقى شبه سائلة لأن فيها البروتين والبروتين يديها يبقى لا تبقى صوليد ولا تبقى فلاود تبقى سيمي فلاود أو جيل like substance containing الووتر طبعا فيها المية فيها suspended and dissolved molecule فيها جزئات دايبة وجزئات معلقة مش دايبة داخل السيتو بلازم كمان في السيتو بلازم تلاقي الورجانيلز العضيات are small membranious structure بتيجي تعرف ايه هو الورجانيل العضي عبارة عن small membranious structure تركيب غشائية صغيرة each with a specific function كل واحد ليه وظيفة محددة زي الميتو كوندريا زي الريبوزوم زي اللايسسوم وكل ده عبارة عن اورجانيلز كل واحدة لها وظيفة محددة ننكلم علىها بعدين السيتو سكلتون كمان موجود في السيتو بلازم اللي هو الهيكل الخلوي this a network of interconnected filaments and microtubules يعني عبارة عن شبكات متدخلة مع بعضها متواصلة مع بعضها من الخيوط زي الاكتين مثلا filament أو intermediate filament والmicrotubules ونبيبات الدقيقة يبقى ايما يكون فيه filament أو microtubules اللي اتنين دول مع بعض بشكل الهيكل الخلية موجود في السيتو بلازم that maintain the seal shape دالة بيحافظ على شكل الخلية الإطار العام مثلا الهيكل الخلية لو نيوكليار ساب قلنا عن نيوكليو بلازم and has a chromatin batches اللي شبكة الكروماتينية اللي عمر عن الكرومزوم أو DNA and this all is surrounded by nuclear envelope محاطة بغشاء وغلاف النواة اللي هو double layer which has thousands of nuclear pores اللي يبدأ منه يحصل عملي ترانسپورت المaterial in and out of the nucleus around this outer mitochondrial outer nuclear envelope تلاقي فيه rough endoplasmic reticulum شبكة endoplasmية a certain flattened cisternae and has ribosomes on the outer surface and other also you can see there small endoplasmic reticulum شبكة endoplasmية نعمة بدون ribosomes عليها and also you can see beside the nucleus you can see the centriule both of them form the centrosome lorgesmine merkazi also you can see mitochondria and Golgi apparatus or Golgi bodies and also you can see the ribosomes three ribosomes like this in the cytoplasm not attached to the rough endoplasmic reticulum may be single like this or grouped together to form poly ribosomes and different lysosomes and micro retribules and actin filament which is cytoskeleton of the cell also you can see vacuoles all of these found in the cytoplasma surrounded by the plasma membrane also this is another diagram for the animal cell you can see in the animal cell you have not found in the plant cell you can see lysosome only in the animal cell not in plant cell has a centrosome or two centrioles and has a flagella or cilia surrounding the animal cell والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته